بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا فضع الكافرين والمنافخين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أماتكم وما جعل أدئياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخضعتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسؤورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وإبراهيم وموسى وإيسى غن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين ذابا أليما يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب وبلغت القلوب الحناجر وتغنون بالله الزنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يفرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا حورة وما هي بحورا إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا آهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان أهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قل يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم معلوم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حجاد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب لو أنهم بادون في الأعراب يسألون أنا أو بائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله بسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله وليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويؤذب المنافقين إن شاء ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين الكتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صيعصيهم وقذف وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وعموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينة فتعالين أمتعقن وأسرحقن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا أظيما يا نساء النبي من يأت منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها الأعذاب ضئفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكم لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجراء مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطئنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطيهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا أظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرين إن زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أبواج أدحيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفؤولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بقرة وعصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأحد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وداعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموا المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمصوهن فما لكم عليهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وصرحوهن صراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أغوادك التي آتيت أدورهن التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك هاجرنا معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواج أدعيائهم قد فرضنا ما قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن حزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله أليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أحجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلاه ولكن إذا دعيتم فدخلوا ولكن إذا دعيتم فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين العديث إن ذلكم كان يؤذن النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجابه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تقفوه فإن الله كان بما تعملونا فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأذواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لإلا من ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سئرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضحفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان إن الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يضئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أرضنا لعمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمناء وكان الله غفورا رحيما